اشتركوا في القناة السلطات الامنية باقليم البحيرة تقوم بعرض قطاع طرق امام الحاكم وهؤلاء قطاع طرق مونا بيستولون على املاك السكان باسم بوكوحرام السيدة السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من العاصمة الجمينة ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية العربية لهذه الأمسية والذي يبدأه بقراءة هذا المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 1335 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي المادة الأولى تم تعيين الأشخاص الاتية أسماءهم حكام لأقل المتالية إقليم شاري الأوسط الحاكم حسن تيراب خلفا لسيد يوسف أنبدون بمي إقليم السلامات الحاكم إسحاق ملواه خلفا لسيد محمد زين الحاجحية المادة الثانية على كل من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كلهم حسب اختصاصي تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له يدخل حيث التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أن جمينا في 24 مايو 2018 توقيع إدريس دبي إتنور اعتمدت اليوم القائمتان المقدمتان من قبل الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب الأغلبية الرئاسية البالق عددهم ثلاثون عضوا ومن هاتين القائمتين سيتم تشكيل مكتب الإطار الوطني للحوار السياسي ترأس المناسبة فخام طيس جمهورية إدريس دبي إتنور بصفته الضامن والراعي للمسيرة السياسية والديمقراطية في البلاد تقرير الحبيب حامل محمد رغم الجدل والمناقشات الشديدة التي استمرت لأكثر من أسبوع بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب التحالف بشأن تقرير مصيل هيكلة الإطار الوطني للحوار السياسي ومن يتزعمه ومن هم الأعضاء المراد تكليفهم في هذه الألية التي تنظم المسيرة الديمقراطية في تشات رعيها إدريس دبي إتنور رأس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس جمهورية تشات اختيار القائمة لم يكن سهلا قبل أيام حيث الكل يرقب الزعامة وهذا ما أدى إلى عدم رضا البعض واستنكار البعض الآخر الأغلبية الرئاسية من ناحية وأحزاب المعارضة من ناحية أخرى ولكن لم يطفح الكيل حيث سرعان ما تدخل فخام الرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنور باعتباره الراعي والضامن لسير العملية الديمقراطية في البلاد بحيث لبت الأغلبية الرئاسية النداء وقدمت قائمة قوامها 15 عضوا يمثلون الحزب الحاكم وحلفائه ولكن المعارضة السياسية لم تحط سفينتها في مرسى يرضي كل الأطراف وامتنعت المعارضة عن تقديم قائمتها والسبب ربما هو أدم إكمال النصاب أو ما شابه ذلك ولكن اللقاء الثالث والأخير والذي صادف مساء السلساء تحت رعاية فخام الرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنور ومن هنا قدمت المعارضة السياسية قائمتها والتي ضمت هي الأخرى 15 عضوا يموصلون كل الطيف السياسي للمعارضة الديمقراطية في تشاد الأسماء قدمت ولكن ما بقي إلا الموافقة عليها من قبل الجميع تحالف الحزب الحاكم ومعارضة الأغلبية ومعارضة أخرى لكوناف ومنسقية العذاب السياسية للدفاع عن الدستور أما اللقاء اليوم الذي جمع فخام الرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنور مع المعارضة الديمقراطية وحزاب التحالف قد أزال بعد الشوائب المغيمة على سماء من يتزعم الإطار الوطني للحوار السياسي وعتمدت القائمتين والتي ضمت في جعبتها 30 عضوا 15 عضوا من المعارضة و15 عضوا من أحزاب التحالف ولكن رقم الموافقة وتلاوة أسماء المختارين في مكتب الإطار إلا أن هناك مناقشات عنيفة قد فتحت ولكن الحنكة السياسية وفطنة الموقف والنضج السياسي لفخام الرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنور قد وضع النقاط في الحروف ووافق الجميع على القائمة المطروحة والتي ستكون بمثابة الآلية النشطة لمراقبة الديمقراطية في شات وتفعيل الحوار الوطني السياسي في البلاد وأرد الجميع بما جاء من أسماء في القائمة مداخلة عديدة من الساس المشاركين وأبرزهم الصيد صالح مكي ولذي لم يكن مع هذا ولا ذاك حيث كانت له آراء مخالفة تماما ضد التحالف وضد المعارضة واتهم البعض بأنهم لم يوافقوا ولم يشاركوا حتى في عمل الملتق الوطني الشامل ولذي انبسقت منه الجمهورية الرابعة وأراء أخرى مماسلة لصالح مكي تؤيد الموقف ولكن رقم هذا وذاك تدخل رئيس المعارضة السيد صالح كبزابو وقال عن نواب الجنة عديدة ووصف الموقف بالسياسة والمعرفة وحنكة الموقف ولكن رغم ذلك ورقم المناقشات تمت الموافق على القائمة التي تمسل إطار الوطني لحوار السياسي في شات وبعد الجلسة دخل الأعضاء الجدد للإطار في جلسة التشاور ما فخام الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إدنو رأس الدولة للنظر فيما يتوجب على مكتب الإطار الذي ستكون من مدته ستة أشهر خابلة للتجديد حتى تفتح الفرصة للآخرين بتمسيل أحزابهم في مكتب إطار آخر يرى النور بعد ستة أشهر وباختيار المكتب الذي يبلغ عددهم ثلاثين عضوا التقى فخامتهم على أعضاء الجدد وحثهم على العمل والمثابرة وعدم عمل الخطأ والعمل أيضا على المساواة ومكتب الإطار الوطني للحوار السياسي هو مكتب كل السياسي تم تقديم يوم أمس أمام الصحافة مدينة بول عدد من القطاع الطرق الذين استولونا على ممتلكات سكان باسم بوكو حرام وكان ذلك بحضور حاكم الأقليم محمد أبالي صلاح تقرير أبد الرحمة نادم باسم جماعة البوكو حرام اتقذ هؤلاء المجرمون طريقة جديدة في تخفيف المواطنين بأقليم البحيرة عن طريق صناعة الأسلحة من الخشب بعد أن ألقي القبض عليهم من قبل رجال الأمن ولجنة توخيئة الحذر وقد تركت هذه اللفتة رئيس الشيق التقليديين بأقليم البحيرة أن يشيد بأمل رجال الأمن والمسؤولين بأقليم البحيرة لأن ذلك يقلل من التحديات الأمنية التي فرضها مثل هؤلاء الأشخاص هاكم يقليم البحيرة هو الأقر فقد وصى إلى مضاعفة الجهود وأشدد إلى ضرورة تحقق من صحة المعلومات هذا وفي نهاية المناسبة فقد قدم حكم الإقليم أدت من المساعدات إلى لجنة توخيئ الحذر بغيتي مضاعفة الجهود والسير على نفس النهج من أقليم البحيرة إلى أقليم شاري الأوسط حيث أطلق حاكم أقليم شاري الأوسط يوسف بدنبامي بمدينة سار عمال الورشة تفاكرية حول الرؤى المستقبلية لتنمية لقيم تقرير محمد طهر صالح حسين اللقاء التفاكري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي يهدف إلى مناقشة مواضيع ومسائل تتعلق بالرؤى المستقبلية للبلاد وهي فرصة سانحة لتلقي معلومات ومعارف جديدة حول التخطيط التنموي وتقوية الكفاءات وذلك لأجل بلوغ الأهداف المنشودة التي ترمي إلى تحقيق وتحسين الوضع الاجتماعي مدير التخطيط بالوذارة عدم توقي إربي فقد أوضح بأن هذه الورشة تهدف إلى تقص الدراسات ومعرفة الجوانب الإيجابية منها وذلك عبر مشاركة كل القطاعات الفنية والإدارية لأجل تقوية الكفاءات وترقية العمل من ناحية حاكم إقليم مأشار الأوسط يوسف بدوبامي فقد أشاد بهذه البادرة التي تكشف الخطط المستقبلية والعمل على تقديم اقتراءات إيجابية وبناء وأضاف الحاكم أن الخطة الوطنية التنموية أعدت من قبل كوادر أكفاء وفنيين مهرة لأجل رفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التقى صباح عمس حاكم إقليم إنيدي شرق تاجن بردي بالمسؤولين والإداريين والعسكريين بالإقليم حيث يهدف اللقاء إلى تبادل الأفكار والأراء مع الحاكم الجديد للإقليم تقرير حسن جدا عمر بعد تسلمه رسميا مقاليد إدارة إقليم إنيدي شرق بطريق التاسع عشر بمايو التقى الحاكم الجديد للإقليم تاجن أد بي بردي بالمسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة حيث يهدف هذا اللقاء إلى معرفة سير العمل بالإقليم ومحاولة تنظيم الإدارة الرشيدة وتحمل كافة الطيادات المحلية للقطاعات لمسؤولياتهم والعمل في ظل الجمهورية الرابعة التي تتطلب الكثير من الجهد والمصدقية وخلال لقائه تحدث الحاكم عن استعداده للعمل من أجل نهضة الإقليم المسؤولين من جانبهم أبدوا يرتياحهم عن هذا اللقاء ويشيرنا إلى انفتاح الهاكم الجديد للعمل معهم من أجل دقيب الإقليم ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه للحاكم منذ توليه زمام إدارة إينادي شرق اختتم الرئيس الوطني لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم الإردبي محمد الله طاهر جولته السياسية بالقليم الإدارية وكانت المحطة الأخيرة للحزب مدينة سار حاضرة إقليمي شر الأوسط مناضل حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم بإقليم شر الأوسط كانوا على موعد مع الوفد الذي يترأسه الرئيس الوطني للحزب محمد الله طاهر حيث حظي الوفد باستقبال حار بمدخل مدينة سار وبعد ذلك توجه الوفد إلى حيث الاحتفال حيث قدم رئيس اللجنة المنظمة للحفل كلمة شكر فيها الوفد الزائر وعلى رأسهم الرئيس الوطني للحزب محمد الله طاهر والذي نصب رسميا أعضاء المكتب الإقليمي بشاري الأوسط رئيسة الفيدرالية الإقليمية بيسار ماري باتريس أشادت بالدور الهام الذي يلعبه قائد الحزب الرئيس الوطني للحزب محمد الله طاهر أعرب أن سعادته لاستعداد مناضلية الحزب وأشار إلى الخروج المميز والحشد الجماهيري لمناضل حزب التجمع من أجل الديمقراطية بالأقاليم المدارية مشيرا إلى أن هذا الحشد يشير إلى أن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم حزب للجميع وفي إقليم شاري الأوسط وتحديدا مدينة سار انتهت جولة رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم بالأقاليم الجنوبية والتي استغلقت أسبوعا نظم التحالف منظمات المجتمع المدني من أي دعم مكتسبات المنتدى الوطني الشامل بحملة توعوية حول مخرجات الملتقى الوطني والجمهورية الرابعة بمدينة أنجمينة مع ذلك بحضور عمدة البلدية ورجال الدين تقرير زينب أحمد خطوة جديدة يخطوها التحالف نحو الدائرة الرابعة للترسيق والتوضيح مضامين الجمهورية الرابعة والحفاظ على مكتسباتها ومخرجاتها إذ فيها رأى ممثل الفئات والأطياف والطبقات التشادية المصلحة الموحدة للمواطنين المنسق العام للتحالف مبارك إبراهيم أشار في حديثه إلى أن الفكرة الأساسية لتنظيم هذا الملتقى الوطني تأتي بناء على الوعد الذي أعطاه فخامة رئيس الجمهورية وحيث اعتمدت أعمال الملتقى من قبل المشاركين واللجان الفنية للملتقى في ستة مواضيع أساسية واحد نظام الحكم بالدولة اثنين إلقاء بعض المؤسسات الكبرى بالدولة النظام البرلماني والإصلاحات فيما يخص السلام والوحدة الوطنية والاستقرار بالبلاد خمسة الإصلاحات في النظام القضائي عمدة الدائرة الرابعة جبرين رمات أشار في حديثه أن هذه البرامج توعي وتنور القطاعات الفحالة حول الملتقى الوطني الشامل لصالح المؤسسات التي تتمكن من دراسة ستة جوانب هامة بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة والشباب ومن الواضح أن تحالف المنظمات الجمعيات المدنية ينوي مواصلة حملته إلى أن تعم الرسالة كافة دوائر العاصمة تم مساء أمس بفندق هيلتون تكوين وتنصيب بعض شبكة المؤسسات الصحية للمصوصفات والمراكز الخاصة وذلك بدعم من البنك العالمي كان ذلك بحضور ممثل وزارة الصحة العامة وعدد من الأطباء المهنيين بالقطاع الصحي تقرير محمد السليك وقراءة الحسين الأمر تلعب قطاعات الصحة دورا حاما في دعم التنمية الاجتماعية وضمان الصحة في حياة المواطنين ووقايتهم من الأمراض ومن عجل دعم هذه القطاعات وإدخال المستخدمات الطبية الحديثة تأتي البادرة التي قامت بها مجموعة من الأطباء وهي عبارة عن تكوين شبكة للمؤسسات الصحية بالمصوصفات والمراكز الخاصة بدعم من البنك العالمي وبعد مناقشات ومداولات للأعراء اتفق أعضاء المكتب على تكوين المكتب التنفيذي حيث كوين المكتب من أربعة أعضاء يترعاسهم الدكتور يوسف برغو والذي قال بأن الشبكة تحدث إلى تقديم مساحمات في تطوير القطاع الصحي الخاصة وذلك عبر التدريب والتأهيل ومواكبة آخر المستجدات الطبية الجمعية مهمة كونها تجمع كل المسؤولين عن القطاع الطب الخاص الأطباء هو شركات التأمين البنوك المسؤولين عن التمويل طبعا بمساهمة البنك الدولي الجمعية تهدف لتكوين مكتب يرفع من مستوى الجمعيات الطبية الخاصة في تشاد يكون هناك خدمات نوعية تساهم الجمعية في تقديم الخدمات النوعية في رفع مستوى العاملين ممثل وزارة الصحة العامة جيدو سوم نوندنغار أشاد بهذه البادرة وقال بأنها ستساهم بشكل ملحوظ في تنمية القطاع الصحي الخاصة وإن الحكومة وبفضل جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رصدت ميزانيات ضخمة من عجل توفير الرعاية الصحية للمواطنين كما دع المكتب التنفيذي للشبكة العمل وفق الأحداث التي وضعت من عجل تحقيق الغرض المنشود أزل ستارو صباح اليوم على عمال الورشة الخاصة حول اعتماد التقرير المتعلق بالنظام التربوي والسياسة الوطنية للشباب في تشاد حيث ترأس المناسبة الختامية نائبة ثالث لرئيس الجمهورية الوطنية كان ذلك بحضور عدد من البرلمانيين تقرير أبدالله هاروم رمح بعد سلاسة عيام من عمال الورشة المكسفة حول الاعتماد على التقرير الخاص بالنظام التربوي والسياسة الوطنية للشباب الكادي والتي قامت بها لجنة التحقيق البرلماني للنظام التربوي في تشاد فقد عنحى المشاركون عمال حازيه الورشة وبحسب التوصيات والقرارات التي قدمتها اللجنة تعكدوا بأن النظام التربوي يعاني من مشاكل مختلفة أن المدرسة التشادية مصابة بمرض مزل وقاتل وهذه الملاهزة تمثلت في أشياء موضوعية وظاهرة منها تجد أن التلاميذ عندما يدخلوا في المدرسة في المرهلة الابتدائية وخاصة في الصفة الأول نجد 17% من هؤلاء التلاميذ يغادرون المدرسة قبل نهاية السنة و25% يعني يؤيدون السنة في نهاية السنة يرسبون ويؤيدونها على أن نقوم بتكوين دورة تجمع جميع الشركاء في التربية وهم الأولياء أمور التلاميذ المناديب الوزراء والشركاء الماليين لكي نقدم لهم هذه التقارير ونرى ما هو فكرهم وتعليقهم فيما جئنا به وفيما قمنا به من توصيات وملاحزات لدى كلمتي القتامية عن نائب الثالث للجمعية الوطنية ماجد تولوم توفيل حنع عضاء لجنة التحقيق البرلماني والشركاء الفنيين والمانحين للقطاع التعليمي في كاد وأكد بأن جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة سيتم مناقشتها في الجمعية الوطنية مشيرا إلى أن النظام التربوي يواجه لعديد من التحديات سيما في المرحل الأساسية ولإيجاد حل لهذه المؤضلة ينبغي للجميع تضافر الجحود اللازمة من عجل تكوين وكالة خاصة لجودة التعليم والنظام التربوي في مختلف مرحله التعليمية ترأس نائب رئيس المجلس العالي الشؤون الإسلامية الشيخ أبد الدعم أبد الله عثمان المناسبة الختامية لكمال دراسة كتاب العزية للصالح الطالبات والأمهات ربات البيوت وكذلك بالتعاون مع رابطة العالمات الدائيات تقرير محمد هسن أدم تحت إشراف المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بجمهورية جاد جاءت هذه المناسبة الختامية للدروس الشرعية التي ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع رابطة العالمات الدائيات لصالح الطالبات وربات البيوت هذا وقد انطلقت هذه الدروس منذ العام 2015 ومنذ تلك الفترة تم فيها إكمال العديد من الكتب المقررة في الأقيدة والفقه والحديث وبعد دراستهن لكتاب العشماوية تأتي مناسبة ختم كتاب المقدمة في العزية رئيسة رابطة العالمات الدائيات من جهتها شقرة الشيق أبد الدائمة ضل أثمان على جهوده المتواصلة كما حثت أخواتها النساء على الاهتمام بمثل هذه الدروس لمعرفة أمور الشرع والتوجيه الديني وبحمد الله سبحانه وتعالى أنه لا نقول أن الدروس خلاص وقفة بخدمة العزية بل إنما الدروس متواصل في شهر رمضان وبعد شهر رمضان إن شاء الله ونشير بأن تنظيم هذه الدروس جاءت تنفيزا لقرارات وتوصيات مؤسسة الملك محمد السادس للعلماء الأفارقة بهدف نشر الدين وإتمام المسلمين والمسلمات لما علم من الدين بالضرورة وزعت صباح اليوم مساعدات غزائية لصالح مركز دار المؤمنات بحي مرجا دفق مقدم هذه المساعدات من قبل مؤسسة القلب الكبير عبر المجلس العالى للشؤون الإسلامية تقرير ابتسام موسى وقراءة عيشة عحمد دوكي هذه المعونات الغزائية التي شرعت مؤسسة القلب الكبير بالتنسيق مع المجلس العالى للشؤون الإسلامية والتي بدأت تزامنا مع شهر رمضان المبارك حيث وصلت اليوم إلى مركز دار المؤمنات الكائن بحي مرجا دفق وتتمثل هذه المساعدات في مواد غزائية رئيسة مركز دار المؤمنات السيدة رقية محمد أب بكر قدمت شكرها لسيدة البلاد الأولى على هذه اللفتة الإنسانية التي تقدمها للشرائح الضعيفة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة لأجل ذلك كان الناس جميعا يتصابقون في رمضان بالصدقات وبالكرامات وبالأطايا الجزيلة من دين هؤلاء الناس السيدة هندة جزاها الله خير الشكر والجزاء بدوره ممثل المجلس العالى للشؤون الإسلامية أحمد خليل عشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير أبر إدارة المشعري بالمجلس العالى الأمر أمر القلب الكبير جراند كير كلكم بتعرفوه القلب الكبير ذلك القلب الذي ينبض بالحب والمحنة والأطفل الفقراء والمساكين وهاء اليوم يواصل أطائه في شهر رمضان المبارك ويشار إلى أن مثل هذه المساعدات يستعين بها المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك وتعينهم على توفير شيء قليل من الوجب الرمضانية في سياق متصل انطلقت صباح اليوم عملية توزيع السلات الغزائية والتي قدمتها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية مكتب شاد في طار الأشطاء الرمضانية التي تقوم بها الهيئة جرت المناسبة بمقر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بحي بولولو تقرير هارون أبا أدم الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي والتي تعمل في المجال الخيري والإنساني سابقا تحت مسمى هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية قد اشتهرت بتنفيذ مشروعات خدمية ضخمة لصالح الشرائح الضعيفة من أبناء الأمة الإسلامية هنا في تشات وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك وأن من أهم المساعدات التي تقدمها الهيئة كالمعتاد هي المؤن الغذائية لإفطار عداد كبير من الأسر وفي هذا الإطار انطلقت عملية توزيع السلات الغذائية لمستحقها هنا في مقر الهيئة فرع تشات وأن هذا العطاء السخيء لامس ضمائر المستفيدين وقد أوضح مبعوث الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الشيخ حسن عقيلي أن هذه المعونات هي متواضعة ولكنها تعبر عن الود الذي تكنه رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة للشعب الشدي كما أنها تهدف إلى بسط روح التعاون والتماسك كما حث به الدين الإسلامي الحنيفة عدد 540 أسرى لهذا العام إن شاء الله عندنا دار الحنان إن شاء الله سيتم إعادة تشغيلها بأمر الله عز وجل وعندنا إن شاء الله سيتم برضو إن شاء الله دراسة حفر آبار حسب الاحتياجات إن شاء الله القيمة المالية لهذه المساعدات هي 100 ألف ريال سعودي ما يعدل أكثر من 13 مليون فرنك السفاة وأكد مبعوث الهيئة أن هناك دراسة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة مرحة لزيادة حجم المساعدات حتى يستفيد منها جزء كبير من المحتاجين كما أن الهيئة تقوم بكفالة أكثر من 5000 يتيم تسلمت مساء مسر رئيسة فريق FC Club مسلزمات رياضية مقدمة من قبل جمعية شباب ودي كوندي وذلك بهدف تسجيع ورفع معنويات اللاعبين تقرير أبا سبق المصطفى فريق FC مدياغو ضمن الفرق المشاركة في دور رابطة أنجمينة لكرة القدم للمرتبة الثانية للعام 2017-2018 وبما أن الفريق قائدته امرأة لكنها تمتلك رؤية صعبة في تطوير كرة القدم مما جعلها تستلم مستلزمات رياضية المكونة من ثلاثة أنواع من الأزياء الرياضية من قبل جمعية شباب ودي كوندي هذا ما دفع رئيسة الفريقة بتقديم شكرها للجمعية مؤكدة بأن قيادة الفريقة لابد من التضهية من ناحية رئيس جمعية شباب ودي كوندي حامد توقي روزي قال بأن سياسة الجمهورية الرابعة تتركز على الشباب والمرأة اللدانهما عنصر فعال للتطوير علما بأن تقديم مستلزمات رياضية للفريقة لعله يرفع من معنوياتهم لإبراز روح العمل في ملعب رياضي إذن بأذن الخبر الرياضي يكون قد وصلنا ويأكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أنجمين أشكركم ورطب الانتباه والمتابع تنتقى لكم اشتركوا في القناة